موسيقى 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 مرحبا بكم الناس الكل اليوم جيتكم فكرة هيلة للسحور وعلى شلية جدا تعملوها حتى القاعدة بعد شقال الفطر مع كويس تي ولا كويس قهوة بنا ما نحكي لكم اليوم حضرت لكم حاجتين الي هي الجيزات التونسية الي نعملوها باللووز راهي بنينة هبل تشبه برشة برشة للبتفور متاع اللوز وزيدا حضرت لكم معاها الدرعية التونسية نعملوها بالزل زيتونة وزيدا فيها اللوز والجرجلين بالحق بنا غير عادية خاصة انها من غير العظم والحليب طريقة ياسر سهلة ومبسطة ومكوناتها موجودين في كل دار اذا كنت حابوا تحضرهم اقعد معايا وتابعايا للاخر واول حاجة بش نبدأ في تحذيرها هي الجيزات التاب اللوز ومقاديرها بسات ويسر يسر سهلة كي نستحقوا 400 جرام من اللوز انا اخترت اللوز لهنا بقشوره ارحيته لنولى بودر نجمو تستعمله حتى اللوز الابيض لكن انا يعجبني بالقشور بش يبدأ ظاهر في وسطها وعليهم 150 جرام مسوك إجلاس وكي نستحقوا زيدا كعبتين متاع ضم يكونوا اكبار الحاجم ومغرفتين اكبار من الماء الزهر نجمو تعاوضوه بماء الورد ومغرفة كبيرة من القشور البركدين اللي يكون مرحي هذي يعطيها مطعم غير عادي ومش نستحقوا زيدا باكو سوكخ فانيه وتوا نجيو للطريقة واول حاجه بسم الله حتيت الكمية لكلها امتاع اللوز ونضيف عليها السكر محور وبتبيعة لازم السكر محور نغرب له مليح مليح لانه فيه يسر لكعابر نحاولو نغرب له بالجده بالجده باش هكيكا يهبت ارتب ومبعد نضيف عليهم السكر فانيه ونضيف زيدا قشور البركدين ونخلط النوش في الكلها هكيه مبعضها لانكل شي جانس ما بعده وقشور البركدين اللي هنا راهو تعطيه مطعم غير عادي اذا كان مش متوفر نجمو تستغنيو عليها مفا ما حتى مشكل لكن راهو يعطيه ريحه ومطعم يسر يسر طياره نكملو توا كما هكيه نخلطو كل شي ما بعضو ومن بعد ان شاء الله نكملو نضيفو عليهم الكعابتين العظام نفاقص الكعابة الأولى ونضيفها ونزيد نفاقص الكعبه ثانية ونضيفها وانتو ما بتبيعه والخليط قدش يشربلكم تزيدو كما لضفت عليهم جوز مغارف كبار متاع الماء الزهر ونخلطوهم مبعضهم بالطريقة هدية امليح امليح شوية هكي بالفوي جوز بشكل شي يدخل في بعضو ومن بعد ان لم الخليط باليد اسهل من هكيه ما فاميش حويجة كيمة هكيه سريعة في سع في سع ما تحضر ما فاميش ما احسن منها وكما تلاحظو الهنى دي جائن الخليط يكفي بالضبط كعبتين عظام وزوز مغارف كبار من ماء الزهر ما نزيدش اكثر من هكيه وبطبيعة الحال انتو ما والكمية اللي بيشتعملوها وعلى فكرة الكوانتيتي هذية طيحلكم كمية باية واذا كان بيشتعملو اشتر الكمية او كتقسمو المكونات لكلها على اثنين وتوا بعد ما كملت لميتها لامين جوز تلمها لامين بالتراتش سويبي ما نعجنوهاش ونجينا هنى بيش نغطيها بالبابير سيروفان على جنيب الكل ولا ترفي الكل بشككة ما تنشفش ونخليها ترتاح نصيف ساعة بيش تشرب به ومن بعد ان شاء الله انشكلوها وهذية بعد ما ارتحت ما شاء الله هو كتشربت بالجدي بالجدي توا مقعد كان بيش نبديو انشكلوها انا بش نعملهم بحاجم ما يكون متوسط الحاجم يعني ليهم صغر برشة وليهم زيدة يسر كبار ولازمنا ندهنو ايدينا بشوية مزيد بش هكيكة متبداش تتلصق في اليد ونكعبرهم هكيه وقتري تكعبروهم كعبروهم مليحة مليحة بالجدي بش هكيكة يجيكم مرتوبين ونحطهم في الكاسيت هذو ما وتنجمو حتى تحطوهم ديغيكتو ما معنتها في البلاتو اذا كان مش متوفر عندكم مفهمة حتى مشكل لكن هكيه يجيكم يسر مزيانين وحلوين وبالنسبة للحاجم اهو كعينكم ميزينكم لا تستحقوا لميزين ولا حتى شاء جوست بالعين هكيه حاولوا اعملوهم ما لكلهم قد قد او كما تكونش كعبة كبيرة برشة وما تكونش كعبة صغيرة يسر وبعد ما نكمل هكيه نكعبرهم الكل ونحضرهم بش نجيبك عاي بيت تام اللوز وبش نزين بيهم بالطريقة هذيه وقتري تحطوه كعبة اللوز او كاذختو عليها بالجدي من بقعتها وتنجمو راوحاتها تستعملوا اللوز الابيض اعلى شليه ما فما حتى مشكل وهذو ما الاطباق متعنا بعد ما حضروا شوفوا ما شاء الله جاءوا مستويين قد قد كلهم فرد حجم توا مقعد كين باش نهزوا نطيبوهم وليزم الفورن يكون شاعل بالمسبق ومساخنينو على درجة حرارة مية وسبعين درجة نشعلوا عليهم من الفوق ومنلوتا ونخليهم يتيبوا مدة خمسة شن دقيقة العشرين دقيقة انتمو والفورن متاعكم المهم مش اكثر من لازم ونجيوتاوها للمكونات امتاع الدرعية بسات وتجينا ييسر بنينا مش نستحقو 300 جرام من الدرع درع مرحي بالنسبة لبلدين عربية اخرى يسميوها الدخن تلقاوها دجا متوفرة عليهم 150 جرام من الفارينا بالنسبة للفارينا دي ما تكون اشترك كمية الدرع وعليهم 100 جرام من سكر غلاس وتنجمو تزيد ولا تنقصو حسب انتم تحبو حلوة عليهم كاسم تعديد زيتونة يجينا 150 مليلتر وكاسم تعمية يكون مية عادي من سبيلة زيدة 150 مليلتر وعليهم 50 جرام من جرجلين جرجلين اسمرها كي ارحتوا بالطريقة هذية وباشنفوحوا الدرعية بمغارفة كبيرة من قشور البوركدين المرحي يفوحها بالكديو خاصة خاصة البس بيس اللي هذي يزيدة مغارفة كبيرة يفوحها ومعاشرة جرامات من اخميرة المرتبة نجيو تواه لتريقة التحذير سهلة بارشة بارشة اول حاجة لازمنا نغربلو الدرع مليح باش هكيكا مايقعدش فيها كالكعابر ويهبتنا ارتب اشرة المهم نرحيوها بالبيهي والمقدار هذي متع 300 جرام فقط يتيحنا كمية الخير والبركة وباش نكمل انذف عليه كمية الفارين الكل اللي هي 150 جرام ونفس الشاي حتى هي لازمنا انغربلوها وزيدة باش نضيف السوكخي غلاس اللي هو مقدار 100 جرام واهم حاجة لهنا السوكخي غلاس ليزم انغربلوه خطر دي ما يبدأ فيه برشة برشة من الكعابر ونحاولوها كيها انهبطوه بجينا باش تهبط الكونتيتيل كلها وبالنسبة للسكرات نجمه تتحكم فيه اذا كانت تحبوه اكثر حلوة او اقل اهوك تتحكموه في الكمية ما فهم حتى مشكل ونكمل ننضيف الجرجلين المرحي الاقشور متاع البوريكدين الباس بيس وبتابعة الحال اخميرة المرتبت وباش نخلط الناوش في الكلها مبعادها مليح مليح باش كل شي يدخل فيه بعضه وبالنسبة للدرعية لاني باش نعملها لا بالاحليب ولا بالاعظم باش تكون بتاريقة اقتصادية باش تستعملو فيها الزيت والمي ويجيكم ياسر ياسر فيوحة توا باش نضيف عليها الكونتيتيل امتاع الزيت في المرحلة الولانية وباش نخدمها كيما هكيه بيدي يعني باش نبسسها انحاولو اكدرعو الكل والفارينة والسكر الكل يتغلف بالبهي بالزيت والزيت زيتونه راوله هنا يخلي المطعم بتاحه ياسر وباش نجينا اهشوشة اتشرة وبعد ما كمنا بسسنيها بزيت الزيتونه باش نضيفو عليها الماء يكون بارد من سبيلة وبالنسبة للعمالية لهناي منعجنوش جوست هكيه دوبة منلمو لماين بتراتش سوى بعنا وهوك نشوفو عيننا ميزانا قدش نستحقو اينا الكل في الكل استعملت 150 ميلي لتر وحطيتها بالتدريج اوكا كل مرة نضيف بشوية بشوية ونشوف عيني ميزاني خاطر احنا والدراع والفارينة قدش تشرب اوكا الكل في الكل استعملت الكمية الكلها 150 ميلي لتر وكيما تلاحظو الهناي كيفاش نخدمها فقط نحاول ندخل فيها اكل ماء هكيه بتراتش السويبي ما نعجنوهاش سينوراهو ما عادش يولينا اهشوش ويجينا كيمال خبز اول ما توصل هكيه للمرحلة هذيه تتكعبر بالبيهي وقتها نعرف اللي هي سيبون حضرت اوكا نجيو العملية التشكيل والعجينة هذيه ديغيك تمام انشكلوها متستحقش بشترتاح جبت بحذيه اتباق حتي تعليه البابير كويسان وباش نعمل لك عبر بنفس الكوبر هذيك عليش حبيت انقيسهم بالميزان اعملتهم متاع اربعين جرام نكعبرهم المليح ونحطهم في ابيض البيض ومن بعد نحط عليهم اكل لوز لمهاروش دوبا منهاروشو بشكية يعطيني فيه يسريس الميزان وحلو ونكمل نكعبرهم الكولوماكيكا بنفس الطريقة نجمو تستعملو راهو جرجلين اكها ومثلا تزينو بهم الفوق وإلا جرجلين مع اللوز وإلا لوز فقط لكم حرية الاختيار وتنجمو زيدا تستعملو اي نوع فيكية تحبوها وتو تراهم من بعد كيف يتيب يجينا المنظر متاعو يسر حلو توا جست دوبا هكما نضغط عليه شوية بيدي على الكعبت الكل بشي يجينا هكي المنظر متاحو مزين وهيدوما الكعيبيت بعد ما كملت شكلتهم وتوا مقعد كان باش نطيبوهم في الفور على درجة حرارة 180 درجة جعلو عليهم من الفوق ومن اللوتا ونخليهم يتيبوا مدة 25 دقيقة وهذه الجيزاتة متاعنا بعد ما حضرت ماشاء الله شوفو كل لون يسر يشراه جوي يسر يسر فوحين وما عندكم حتى فكرة الريحة اللي تطلع منها غير عادية خطر فيها كل قشور متاع البوريكدين تعطي مطعم وريحة ما نحكي لكمش وم بلوس المنظر متاحهم يسر يسر حلو معك عيبة اللوز في الوسط ومعك الشقوق اللي بديوا فيها بالحق روعة شوفوا لهنا حابيت نحللكم كعبة باشتراوا من داخل كيف يش طلع معانا جينا ترييا ترييا وهشوشة تعمل 66 كيف حويجة كيمة هكية بصراحة فيسع فيسع ما تحذر تستحقوها للسحور وإلا زادة أعلى شلاء لسهرية رمضان بنا على بنا وهذو ما كعيبة الدرعية شوفوا ما شاء الله راهوا ريحتهم في حد في الدار ما نحكي لكمش خاصة أكل بس بيس اللي نرحيه ونحطه في وسطه راهوا يعطي ريحة ومطعم فيها غير عادي وم بلوس المنظر متاحهم يجي يسر حلو معك التشققات هذوكم بالحق حاجة روعة 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 وحاجة كيمة هكية خاصة مفيدة للسحور حابيت نوريكم زادة لهناء كعيبة بش تراوها كيفش تكون بالضبط ونحل هيلكم وتشوفوا كيفش تجينا اهشوشة تشره تعمل ستة ستين كيف وفي السهرية مع كوي ستي كيمة هكية كيمة نعرف فينا منعنا يعمل الكيف بالحق أروع من هكا ما فميش وكيمة لاحظتوا راهوا فيسع فيسع ما يحضروا وما يشدوش الوقت وزادة معاقي وكحلة مع هكا شوية مزهر بالحق بنا ولا أروع وبالنسبة لتريقة الاحتفاظ بهم بش يحافظوا هكية على هشاشة متاحهم ويقعدوا تريين وابنين نحطهم في حقوق كيمة هكية نسكر عليهم مليح وكاوقت اللي نستحقوا نجبدو وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الفيديو متاع اليومه وتكون اخفيفا ديفا ونشوفكم في فيديو جاي باي باي